يذهب الملاك إلى القصر للعمل من ناحية أخرى أصبحت أليف وجه العلامة التجارية لمشروع كيرن ويل أليف ومليك الذين كانوا تحت سقف واحد لأول مرة منذ شهور يجتمع يأتي الملاك إلى القصر للعمل وداع من جوليدي إنه غير مدرك أن مليك طارق الذي كان قريبا جدا من ابنته لأول مرة منذ شهور يعيش أيضا في هذا القصر من ناحية أخرى ينزعج فيسل وتولايا لأن مليك ذاهب إلى القصر من ناحية أخرى يطور كريم وسفرريا عملهما المتعلقة بمشروع أحذية الأطفال الذي بدأوه للتود كاريم الذي يريد العمل مع أليف كوجه شاشة لهذا المشروع يخبر أليف بأذكاره فوجئت بهذا العرض الذي لن تتوقعه أبدا أصبحت أليف متحمسة للغاية وتقبله عندئذ يستعد كيرن وسفرريا لنقل أليف إلى الشركة لكن حادثا صغيرا يمنعهما ويل أنجل وأليف الذين يقفون تحت سقف واحد تكون قادرة على تلبية حميرة لا ترفع عينيها عنه لأنها تعتقد أن طارق يخونها حميرة التي تزداد ثقتها في شكوكها تتبع كل خطوة يخطوها طارق من ناحية أخرى فإن فكرة عمل ملك في القصر لا تخترق جوليدي حقا يخبر أنجل أن يفكر ماليا ولا يتخذ قرارات متسرعة يحاول تير ميليوفيسل أيضا ثانيه عن طريق التفكير في أن هذه الوظيفة قد تكون خطيرة على ملك يقرر الملاك العمل في القصر ويبلغ فيلدان بقراره بينما كان الملاك في طريقه إلى القصر تشعر أليف بالفضول الشديد بشأن المساعد الجديد القادم سوف الملاك الذي كان يتوق إلى أدن منذ شهور تكون قادرة على استعادة إدنته هذه المرة تحقق رنأ هدفها وتمكنت من تشتيت انتباه حميرة من ناحية أخرى أخبر فيلدان جوليدي أن القصر يبحث عن موظف هل سيتمكن الملاك الذي يطمح إلى هذه الوظيفة أخيرا من مقابلة ابنته؟ تأتيرنا إلى القصر متسائلة عما حدث بين تاردي سمبر وهميرا وتحاول الحصول على كلمات من حميرة في حين أن العمل في مشروع كيرن على قدم وساق فإن طارق يقلل من شأن هذا العمل ويحاول وضع العقبات حتى لا يحدث في القصر يبقى كل العمل في فيلدان عندما يأخذ يلدس إجازة رؤية هذا يشير ماسيد إلى أنه من الضروري الحصول على مساعد جديد فيلدان يأخذ أيضا عرضا لأخيه جوليدي لموظف جديد يقول ملت الذي شهد محادثات فيلدان وجوليدي إنه يمكنه العمل في القصر كيف سترد جوليدي على طلب الملاك هذا؟ تؤدي رنا إلى أزمة جديدة بين تاردي سمبر وهميرا نظرا لأن ابنتها مستاءة فإن ماسيد مصمم على الكشف عن وجه طارق الحقيقي رنا التي تريد قطع العلاقة بين طارق وهميرا تتفذ إجراءات وتلصق سترة طارق بعطر نسائي تفاجأ حميرا التي تشعر برائحة العطر على سترة طارق بما يجب القيام به معتقدا أن زوجها يخونها تبدأ حميرا في مشاهدة تحركاته من ناحية أخرى فإن حالة حميرة الحزينة لا تفلت من عيون ماسيد بمعرفة من هو الشخص الذي أسعج ابنتها تطلب ماسيد من مساعدها مصطفى اتباع طارق هل سيتمكن ماسيد من الكشف عن الوجه الحقيقي لطارق الذي يخدعه هو وعائلته لسنوات؟ صدم كيرم بطلب أخته يضطر كيرم إلى مطالبة أخته بالتخلي عن هذه الوظيفة عندما يكون على وشك تحقيق المشروع الذي كان يحلم به منذ سنوات وماذا سيكون قرار كيرم؟ تتوقف دون عن قمع مشاعرها تجاه جوليدي وتقترب منها من ناحية أخرى تبدأ جوليدي في الكشف عن مشاعرها له بفضل سلوك شفق لكن ليمان الذي لم يحب جوليدي أبداً ينوي الزواج من ابنه لشخص آخر من ناحية أخرى تفاجأ كيرم بما يجب فعله عندما تطلب منها أختها التخلي عن المشروع تبدأ كيرم التي طلب منها إنهاء المشروع الذي كانت تحلم به منذ سنوات في التحقيق في السبب وراء ذلك عالقة بين أحلامها وأختها الكبرى سوف تتخلى كيرم عن مشروعها الكبير لأختها الكبرى ديسمبر عندما علم طارق أن كيريم قد استأجر رانا ذهب إلى غرفة رانا للمناقشة ويل حميرة الذي جاء إلى الشركة لزيارة رانا تكون قادرة على معرفة علاقة طارق ورانا أخيرا يجد طارق ملك ويختطفه يحاول الملاك الهروب من يد طارق الذي يعامله باستمرار بشكل سيء في الشركة بدأ موقف رانا الذي عاد للعمل مع عرض كريم في إزعاج طارق طارق الذي لا يعرف ماذا يفعل يذهب إلى رانا لإخراج غضبه ويبدأ الجدل بينما يتجادل طارق ورانا حول مسار علاقتهما تدخل حميرا سوف حميره معرفة ما يجري بين رانا والقطران ديسمبر يزعج طارق أن كيريم يستأجر رانا مرة أخرى الملاك الذي هرب من المنزل للبحث عن ابنته يقع في أيدي رجال طارق سوف الملاك البقاء على قيد الحياة الرجال حميرا تطلب من كيريم التخلي عن مشروع الأحذية من أجل إسعاد طارق في جبهة يوليو والفجر يبدأ التقارب العاطفي بينما يتجادل طارق ورانا حول علاقتهما تأتي حميرا إلى الغرفة وتحاول فهم ما يحدث في الغرفة تمر رانا على حميرا التي تحاول الحصول على معلومات منها بقولها إنهم يتجادلون حول مشروع حذاء جديد حميرا التي تريد أن يكون زوجها سعيدا تطلب من كيريم إنهاء المشروع من ناحية أخرى هناك لحظات عاطفية بين الفجر والانحطاط تحصل دون على مزيد من الأمل بالمنديل الذي أعطته لها جوليدي تدرك جوليدي أنها بدأت تشعر بشيء ضد إرمافات الذي يساعدها باستمرار هل سيتمكن جوليدي وشفق من فتح مشاعرهما لبعضهما البعض على الرغم من ليمان طارق منزعج من قرارات كيريم بشأن العمل إعادة توظيف كريم ليرنا التي طردها طارق تجعل طارق أكثر وعيا به بينما يعمل سفريا وكريم على المشروع الجديد للشركة القابضة يتوصلان إلى فكرة تتعلق بمستقبل أليف من ناحية أخرى تتسلل ملك من منزل جوليدي وتذهب في الطريق للعثور على أجنتها لكن رجال طارق يقبضون عليها هل سيتمكن الملاك طارق من الهروب من أيدي الرجال قبل أن يجدوه؟ انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات